شاهدنا الأكرم وصلنا معكم إلى الفقرة النقاشية في حلقة هذا الصباح نناقش فيها موضوع ظاهرة الفضول وإيضا التدخل في خصوصية الآخرين فيقال بأن علاج الملل هو الفضول أما الفضول فلا علاج له حيث يتصدر الفضول اليوم قائمة المشاكل التي تواجهنا في دائرة السكن العمل والدراسة ثم الأسباب التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة وما هي أثارها على الشخص الفضولي ومن حوله والحقا لا علاج له للإجابة على هذه التساؤلات تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سترانة المفلحة وهي مختصة نفسيا صباح الخيرات عليك سترانة مرحبا صباح الخير بداية نعرف الفضول نعم فضلي نعرف ظاهرة الفضول الفضول هو شي طبيعي بالنسبة للإنسان ولكن عندما يزيد عن حده يسمى تدخل أو تطفل عند الطفل الصغير يبدأ الفضول من عمر مبكر وهذا يساعده على اكتشاف العالم من حوله ولكن عندما يستمر هذا الأمر وعندما لا يقل ترشيد يستمر الأمر لفترات طويلة ويتحول الفضول من الموضوعات إلى الأشخاص وإلى خصوصياتهم هنا نطلق عليه تدخل تمام يعني لما يكون الفضول في حب المعرفة والاضطراع واستكشاف كيفية عمل الأشياء خصوصا عند الأطفال هذه كلها فضول طبيعي وفضول عادي جدا لكن لما نبدأ قلتي أننا ننتقل الموضوع إلى الأشخاص وأننا نريد معرفة ما الذي يدوره حولهم مثلا نحب أعرف منك أمثلة أمثلة واقعية من واقعنا لحاجات ممكن نسميها فضول فضول زائد بداية ممكن نعطي مثال للفضول الطبيعي من الفضول الطبيعي مثلا أن الأم تسأل طفلها لما يعود من المدرسة إذا كان مصاب فتسأله عن سبب الإصابة هذا فضول طبيعي من الفضول الطبيعي أيضا أنك تتفقد جيرانك وأقاربك بغرض مساعدتهم أو الإطمئنان عليهم بينما الفضول الزائد هو أنك تسأل الأشخاص عن كل تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مبالغ فيه حتى الأشخاص الذين لا يكونوا في دائرة المقربين منك يعني مثلا زملائك في العمل تدخل في كل خصوصيات حياتهم هذا يعتبر من الفضول الزائد تمام خلينا نحط النقاط الرئيسية والخطوط الحمراء التي لا يجب تعديها يعني ما هي الخصوصيات الحياتية التي لا يجب على الفضول يتعديها الخصوصيات التي لا يجب علينا تعديها هي أي شيء يحب الشخص الآخر إخفاء عن الآخرين تفاصيل حياتك اليومية كم هو راتبك؟ أين تسكن؟ إذا كنت متزوج أو لا؟ ما هي الأسباب حول الأمر هذا؟ هذه أمور تخص الشخص نفسه المشكلة دائما أن الشخص الفضولي يدخل في حياة الناس أكثر منهم يعني يركز في حياتك أكثر منك فيسألك دائما عن حياتك ويبدأ يسألك ليش مثلا تصادق هذا الشخص يبدأ يعطي لك تعليمات ويدخل بأمور لا تعنيه تمام تمام يحس أنه هو المتحكم في حياتك وحاب أنه يسيرها لك بالطريقة اللي شايفه أنها صحة إذا ممكن إذا صح التعبير أيوة وبالأغلب هذا الشخص المتطفل يكون شخص خارج دائرتك الخاصة فلا يحق له أبدا أنه يدخل في أمور تعنيك تمام طيب عشان نوضح الصورة أكثر للمشاهدين سترنا يعني هل هي عادة سيئة أم أنها مشكلة نفسية في مشكلة الفضول نقدر نقول أن التدخل في شؤون الآخرين هو يبدأ كعادة سيئة يكتسب ممكن يكتسبها الطفل عندما يبدأ بموضوع الفضول اللي هو الأمر الطبيعي في طفولته لما يبدأ يسأل بأشياء لا تخصه فلازم يكون في ترشيد كمان لما يكون في قدوة داخل البيت لما يشوف أن الأشخاص الكبار داخل البيت يدخلوا في شؤون الآخرين اللي هم القيران أو الناس اللي ما لهم علاقة كبيرة فيهم ويدخلوا في كل خصوصياتهم هنا الطفل ممكن يكتسبها عادة سيئة عن طريق القدوة ولكن تتحول إلى ممكن نقول مشكلة نفسية لما يستمر الأمر هذا مع كل الناس يعني أنت لما الشخص هذا المتطفل لما يكون يدخل بحياة أي شخص قابل سواء كان هذا الشخص قريب أو مش قريب سواء كان هذا الشخص يعرفه من قبل أو لا ويدخل بكل التفاصيل ويكون الأمر هذا دائم مستمر معه لفترات طويلة ما يقدرش يتخلص منه هنا نقول إنها مشكلة نفسية تمام طيب سترانا إذا ممكن أسألك يعني ما هي الأسباب التي تدفع الفضولي للفضول الزائد ويعني هل نحن أو الطرف الآخر في حياة الفضولي هذا هو له دور في جعل الفضولي يتمادى مثلا في هذه الأمور بالنسبة للسبب الرئيسي الذي تدخل في شؤون الآخرين والتطفل هو الفراغ سواء الفراغ الداخلي أو فقدان عمال عدم وجود أهداف في الحياة هو الذي يؤدي للشخص أن يركز في حياة الآخرين أكثر منهم يعني هذا الشخص المتطفل عادة هو يكون شخص ما عنده عمل عنده فراغ داخلي ما عنده أهدف في حياته مهمل لمسؤولياته في الحياة فهذه الأسباب التي تجعله يركز على حياة الآخرين كثيرا أيضا استقابة الآخرين للمتطفل اللي يستمعوا له لما ينقل الأخبار أو حتى لما يستقوبهم يحقق معهم ويكرر الأسئلة لما يتقاوبوا معا بدون ما يوقفوا عند حده هذا يشجعوا أنه يستمر مهم كمان طيب الفضولي نفسه ربما هو يحرام لا يدرك أنه فضولي تعود من أسرته أن أسئلته كلها مجابة فلما خرج للمجتمع اكتشف فجانه فضولي كيف يمكن أن يدرك أنه فضولي وأنه يجب أن يقف عند حده ولا يجب أن يتمادى في أسئلته وما هي المظاهر التي يمكن أن يلاحظها على الآخرين تجعله ينتبه أنه شخص فضولي أولا على الأشخاص اللي يستمعوا للشخص الفضولي أنه ينبهوا مثلا إذا دخل في موضوع نقل أخبار ينقلهم أخبار أشخاص آخرين يوقفوا عند حده أنه نحن ما لنعلقة بهذا الموضوع ممكن الشخص ينتبه لنفسه أنه فضولي لما مثلا يدخل إلى مجلس ويسكت الحاضرين ويبدأ هو يستفسر برغبة مليحة عن سبب سكوتهم أو الموضوع الذي كان يتكلم عنه هذا الأمر قد يكون طبيعي لما تكون مثلا تداخل على أصدقائك أو على أشخاص مقربين ولما يكون مرة أو مرتين لكن لما يكون متكرر ودائم هنا تعرف أنه عندك مشكلة تمام ما هي الآثار المترتبة على الفضول الزائد سواء على الشخص الفضولي نفسه أو على من حوله الآثار المترتبة طبعا على الشخص نفسه أول شيء أنه يصبح منبوذ ومكروه من قبل الآخرين فالشخص المتطفل هذا بمجرد ما يدخل أي مجلس ممكن تلاقي الكل يخرجه يعني الكل يعتذر ما تلاقي خمس دقائق أو عشر دقائق لا يوجد حد داخل المجلس أيضا يسبب لنفسه مشاكل كثيرة لأنه عادة التطفل وتدخل على شؤون الآخرين يصاحبه نقل لأخبارهم إلى الناس فطبيعي أن هذا الإنسان دائما يسبب لنفسه مشاكل ويسبب مشاكل للآخرين أيضا يعرض نفسه للإهانة لأنه أحيانا لما يتسبب في مشكلة كبيرة الشخص الذي تسببه في المشكلة قد يهينه بسبب الذي عمله فيه بالنسبة للآخرين هذا الشخص يسبب ضغط نفسه كبير سواء كان في دائرة المقربين أو في دائرة العمل والأشخاص البعيدين هذا الشخص دائما يسبب مشاكل يسبب ضغط نفسه وجوده يشعر الآخرين بالضيق فلا يستطيع الآخرين الاستمرار في البقاء معه لوقت طويل إلا إذا كانوا من شاكلته إذا كانوا ناس عندهم نفس الصفة ممكنهم يتحملونه ويبقوا مع البعض الوقت تمام هذا في حالة أنه يمكن كان بعيد مننا أو أحد الجيران أو أحد الأصدقاء مثلا ممكن ننفر مننا ونبعد عننا لكن في حالة أنه كان قريب كأخ كخال كعم كحد من الأسرة كزميل عمل حتى أنت مفروض عليك أنك يومين تجلس معه سبع إلى ثمان ساعات في هذه الحالة كيف يمكن أن نضع حد لفضوله بطريقة لبقاء ومؤدبة أول شي ممكن مثلا أنك لما يجي يسألك سؤال غير مناسب ممكن تحول الموضوع إلى مزحة أو أنك تسكت لبعض الوقت بحيث أنه يشعر أن الموضوع هذا أزعقك فقد يفهم ويسكت إذا أصار على الأمر ممكن تقوله أنه أنا أحب أن أحتفظ بإيجابة هذا الموضوع لنفسي تمام طيب لو نعتبر المصارحة هل تعتبر المصارحة أسلوب مجدي في هذه الحالة ومتى يجب أن نلجأ إليها إن كانت أسلوبا مجدي مع الشخص القريب مننا واللي يشتغل معنا في نفس العمل المصارحة نلجأ إليها لم يكن هذا الشخص قريب منك وأنت تحتك فيه وقت طويل لأنه وجوده مثل ما قلنا من قبل بيسبب لك ضغط نفسي فأنت لازم تصارحه إن أسلوبك هذا في التعامل غير مناسب أسلوبك هذا في التعامل يؤدي أن الآخرين ينفروا منك ويصبح أصدقائك عددهم قليل بسبب هذه التصرفات لابدنا المصارحة بينما لما يكون شخص في غير دائرتك الخاصة بإمكانك أنك تدقاه له وتقطع علاقتك فيه تمام يعني نقول أنه في حالاته كان يستمع لنا حد فضولي في هذه اللحظات واكتشف أنه فضولي من خلال كلامك سترنا كيف يمكن له علاج هذه المشكلة أكيد هو يعاني الآن هو مش قادر أنه يتوقف تعود منه هو صغير أنه يسأل وأنه يعرف كل الإجابات كيف نساعده أنه يتوقف عن الأسئلة كيف يمكن يغذي ويشبع الرغبة الداخلية أول شيء لم ننصح للفضولي أنه نذكره بالحديث بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني نذكره أيضا أنه في الحياة هذه يعني أنه حياتك غالية فلازم يكون لك أهداف ولك أهداف تسعى لتحقيقها لتشبع حاجاتك النفسية وحاجاتك الفكرية لتتخلص من الفراغ الموجود في حياتك أيضا كل الناس معروف أنه كل الناس نحن كبشر نحن ناس كائنات اقتماعية فننبه أنه هذا الأمر ممكن يخليه وحيد الكل يتخلى عنه لأنه يصبح مصدر إزعاق تمام نحن نتحدث من بداية لقائنا كنا اتفقنا على نقطة أنه قد يكون الموضوع دخل الفضولي كعادة وكتربية ربها من هو صغير ما الأساليب الذي يفترض أن الأهل يتبعوا خلال تربية أبنائهم تقيهم من الوصول إلى هذه المشكلة وأنهم يصبحوا ناس فضوليين أول شيء بالنسبة للطفل أنت لازم تقاوب على الكثير من أسئلته ولكن لما يبدأ يدخل في مواضيع لا تعنيه أو في خصوصيات الآخرين هنا تقول له هذا الأمر لا يجب أن نسأل عليه كمان لما نتعامل مع أطفالنا لازم أنه لا نحقق معهم أحيانا مثلا الأم من دافع الخوف على أطفالها فلما يقي طفلها من المدرسة أو يقي من الشارع فتبدأ تسأله أش عملت بأدقة تفاصيل تشتي منه يعطيها أدقة تفاصيل هذا غلط لأنه هنا نعلمه أنه ما فيش حاجة اسمي خصوصية بينما هي ممكن تسأله لما يقي من المدرسة مثلا إش كان أفضل شيء عملت اليوم بالمدرسة إش كان هل في شيء زعالك بالمدرسة اليوم وتكتفي بهذه الأسئلة فهنا تعلمه أنه في خصوصيات وأنه ليس لازم أن نقل كل التفاصيل كمان الطفل لما يروح في زيارة لأحد الأقارب أو لما يخرج مع أبوه أو مع أمه فمن الخطأ أنه الطرف الآخر أو أحد الأشخاص الموجودين في البيت لما يوصل هذا الطفل للبيت يسأله عن كل التفاصيل التي حصلت أثناء وقت خروجه من البيت لأن هذا أيضا يعلم الطفل أن الخصوصيات هذه ممكن الكل يعرفها وما في بهاش أي مشكلة تمام في حالة أن أحد تربى على الفضول سترانا ووصلت معا إلى أن أصبحت مشكلة نفسية هل ممكن أن نصل إلى المرحلة التي يجب فيها أن يعرض الفضولي على طبيب نفسي مثلا ممكن على طبيب نفسي وممكن على مرشيد أيضا المرشيد أو الاستشاري الأسري ممكن يساعده في هذا الأمر لأنه الموضوع لما أنت تلقى للطبيب نفسي لما تكون المشكلة ذهنية وليست نفسية لما يكون المشكلة خلل في الدماغ وليس نتيجة عادات سيئة فهنا تلقى للطبيب النفسي والدواء لكن ممكن أن تلقى الاستشاري أسري أو لمرشيد نفسي ممكن يحل لك هذه المشكلة لأنه بالنهاية نحن كبشر لا بد أن يكون فيه أشياء خاطئة نعملها لكن الإنسان الواعي لما ينتبه أنه فيه شيء يسبب لي مشاكل مع الآخرين فيه شيء يعرق الحياتي لابد أنه يبحث عن حل المشكلة تمام أعطيك الفعافية المختصة النفسية سيت رانا المفلحي شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى كل المعلومات التي أثريتنا بها شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم أعطيك